هننفس في فيديو النهاردة الشال ده. شال حلو جدا وسهل جدا في التنفيذ. هو كله من تقرار سطرين بس. عرضه خمسين سنتي وطوله اتنين متر. ممكن تعمليه انت بعرضة اقل من كده لو عايزة تعمليك وفيه ممكن تعمليه خمسة وعشرين سنتي. احتاج معي اربع بكرات خيط كل بكرة ميد جرام. يعني حوالي ربعمية جرام. مستخدمة معاي خيط اسمه نور. آآ البكرة بتاعته ميد جرام وسعرها تقريبا حاليا خمسة واربعين جنيه. فما تكلفش معي حاجة وما بياخدش وقت خالص. وفي الاخر بعد ما نخلص طريق التنفيذ الفيديو هقول لكم تركات مهمة جدا بتبين الوردات دي تبقى ظاهرة ازاي والشغل بتاعنا يبقى مفروض ويبقى شكل حلو جدا. الشال سهل قوي وطريق التنفيذ وسريعة وهنبتدي على طول نشتغل الشال بتاعنا نجهز الخيط ونجهز الابر ونبتدي مع بعض. هنبدأ نشتغل على طول اول حاجة هنحتاج آآ ابرتين يكون مقاسهم مختلف يعني هنشتغل الشال كله بابرة آآ رقم اربعة آآ لكن هبتدي اعمل السلاسل بابرة رقم خمسة عشان يكون سهل علينا لما نكمل الغرزة. الغرزة بتاعتنا تكرار رقم عشرة 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 يعني هنشتغل عشر سلاسل عشر سلاسل عشر سلاسل وبعد ما نوصل للعرض المطلوب للشال بتاعنا هنزود سبع سلاسل يعني هنعمل عشرة 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 وبعدين نحط السلاسل كده قدام المزورة نشوف مقاسها مظبوط هنزود سبع سلاسل. هبتدي الاول هعمل عقدة البداية بالشكل ده. وهسيب الابرة اللي انا المفروضة هشتغل بيها الشال كله وهاخد الابرة المقاسي الاكبر هشتغل بيها بس السطر بتاع السلاسل وهبتدي اشتغل اول سلسلة معي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة هكذا وافدل اكمل عشرة 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 لحد ما اوصل للعرض المطلوب للشال بتاعي. بعد ما اشتغلت مجموعة من السلاسل تكرار للرقم عشرة هجيب المزورة بتاعتي كده احطها قدام السلاسل من غير ما شد السلاسل بتاعتي. واشوف العرض اللي انا وصلت له هو ده عرض الشال اللي انا عايزة ولا لا. الشال اللي انا عامله اه في الفيديو اللي شفناه في الاول عرضه خمسين سنتي. انت ممكن تعمليها برضو كفية صغيرة عرضها يكون اقصر من كده. ممكن تعمليها عرض عشرين خمسة وعشرين تلاتين العرض المناسب بالنسبالك. لكن اكتر من خمسين سنتي بتبقى كبرة قوي وبتبقى عاملة زي البطانية. آآ فمش بتبقى مناسبة. فا اكتر عرض ممكن نعمله هو خمسين وممكن نصغر بعد كده بالعرض اللي احنا عايزينه. بعد ما عملنا كده ووصلنا خلاص العرض الشال اللي احنا عايزينه هزود آآ سبعة سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة بالشكل ده. هشيل الابرة بقى اللي انا عملت بيها السلاسل خلاص وهاشتغل بالابرة اللي هكمل بيها الشال. بعد ما ارتفعت كده السبع سلاسل هسيب السلسلة اللي انا وقف فيها في الغرزة بتاعتي وهعد واحد اتنين اهو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وهاجف السلسلة رقم حداشر هلف الخطع الابرة وهدخل في الغرزة اللي ورا. السلاسل كده بيبقى فيها في قدام وبيبقى فيه ورا الغرزة اللي برزة كده اللي احنا شايفينها هي دي اللي هشتغل فيها. مش هشتغل في الغرزة اللي طلع فيها السلسلة وهرجع عد تاني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وهاجف الغرزة رقم حداشر في ضهرها كده هلف الخيط على الابرة وهدخل في الغرزة بالشكل ده. وهسحب الخيط. معي حلقتين على الابرة. هلف الخيط وهطلع من حلقتين وهطلع من حلقتين. ابقى عملت غرزة عمود بلف. هاخد تلات سلاسل واحد اتنين تلات سلاسل. وهلف الخيط على الابرة وهخش في نفس الغرزة تاني هعمل تاني عمود بلفة. ابقى عملت غرزة حرفي وبارة عن عمود بلفة تلات سلاسل عمود بلفة. وقادي شكل اول غرزة معنا في الشكل. بعد كده هشتغل واحد اتنين تلات سلاسل. والسطر ده هو السطر الوحيد اللي هنعدي فيه. بعد كده خلاص مفيش عد. اخدت فوق ثلاث سلاسل. هلف الخيط على الابرة وهعد تحت اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة وهاجف الغرزة رقم خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة وفي الغرزة رقم خمسة هلف الخيط على الابرة وهدخل فيها وهعمل عمود بلف بالشكل ده. هاخد تاني تلات سلاسل واحد اثنين ثلاثة وهسيب تحت اربع واحد اثنين تلاتة اربعة وهاجي في الغرزة رقم خمسة هكرر حرف الفي هلف الخطع الابرة وهخش في الغرزة كده في الحلقة اللي ورا وهسحب الخيط وهطلع من حلقتين ومن حلقتين تلت سلاسل واحد اثنين تلت سلاسل هلف الخطع الابرة وهخش في نفس الغرزة مرة تانية وهعمل عمود بلفة وده التكرار اللي هنفضل شغالين بيه السطر بتاعنا كله بالشكل ده وده السطر الوحيد اللي هنعدي فيه عشان احنا بنعمل تأسيس السطر بتاع هاخد تاني واحد اثنين تلت سلاسل هلف الخطع الابرة وهسيب تحت اربع واحد اثنين تلاتة اربعة وهاجي في الغرزة رقم خمسة هعمل عمود بلف اخش كده في الغرزة من ورا وهسحب الخيط وهطلع من حلقتين ومن حلقتين بالشكل ده هاخد تاني واحد اثنين تلاتة واحد اثنين تلاتة وهلف الخطع الابرة وهسيب تحت واحد اثنين تلاتة اربعة وهاجي في الغرزة رقم خمسة هدخل فيها وهعمل عمود بلفة بالشكل ده وده التكرار اللي هنفضل شغالين دي السطر كله لحد ما نوصل لحد اخر السطر معي بعد ما اشتغلنا بنفس التكرار وصلنا لحد اخر السطر هيبدل معينا في قطر بتاعي كله بالشكل ده وصلت لحد اخر غرزة معي هاخد تلات سلاسل واحد اثنين تلات سلاسل بالشكل ده وهتبقى معي تحت خمس سلاسل واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة هاجي في سلسلة رقم خمسة هلف الخطع الابرة وهخش في اخر غرزة وهعمل غرزة عمود بلف زي ما بدينا سطر بعمود زي ما هينهيب بعمود بلفة يعني ايه بدينا سطر بعمود بلفة هنا الحداشر سلسلة اللي احنا سبنيهم وبهر عن اربع سلاسل تحت وتلات سلاسل فوق واللي ارتفع ده عمود بلفة وهنظبط لما نشتغل فوق فقا هنبتدي نعملوا عمود بلفة عشان نظبط السطر بتاعنا وده هيبقى شكل السطر بتاعك هتفضلي شغالة بنفس طريقة لحد ما نوصل للعرض اللي احنا وخدينه للشال بتاعها خلصنا كده الشغل بتاعنا. هرتفع سلسلة واحدة بس. وهلف الشغل على ده. هو الشاي بتاعنا كله عبارة عن تكرار سطرين. نفس السطر ده هنقرره والسطر بتاع الوردات. نفس الغرزة اللي انا طالع منها. هلف الخيط على الابرة. وهخش في نفس الغرزة بالشكل ده. هسحب الخيط. وهعمل عمود بلاف. في نفس الغرزة بداية السطر هعمل عمود بلاف. وهاخد تلات سلاسل. التلات سلاسل دول سبتين معانا ما بين كل الغرز بناخد تلات سلاسل. وخدت تلات سلاسل. شغلي بعد كده ما ديش دعوة بالفراغ ده. هشتغل جوه حرف البي. هشتغل جوه حرف البي ازاي? غرزة حشو. تلاتة سلسلة. اه اربعة سلسلة. غرزة حشو. اربعة سلسلة. غرزة حشو. اربعة سلسلة. غرزة حشو. اربعة سلسلة. تلات مرات. ازاي? انا خلاص بعد ما خدت هنا عملت العمود بلفها واخدت ثلاث سلاسل هخش على طول جوة حرف البي بالشكل ده واول حاجة هعملها هعمل غرزة حشو وبعدين هرتفع اربع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربع وهخش تاني جوة الغرزة حرف البي وهعمل غرزة حشو هرتفع تاني اربع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربع وهخش تاني جوة حرف البي وهعمل غرزة حشو بالشكل ده نكون الوردة تالت مرة هرتفع واحد اتنين تلاتة اربع سلاسل وهخش تالت مرة جوة غرزة حرف البي وهعمل غرزة حشو بالشكل ده اتكونت الوردة معي سهلة جدا طريقة تنفيذها بسيطة وتكرارها بسيطة بعد ما عملت الوردة جوة حرف البي هاخد التلات سلاسل اللي احنا قلنا دول سبتين معينا بين كل غرزة بنعملها تلات سلاسل هيقابلني العمود بلف ما بشتغلش في الفراغات خالص هلف الخط على الابرة وهخش فيه العمود بلفة فوق كده تحت الحلقتين وهسحب الخيط وهعمل فوق العمود بلفة عمود بلفة الغرزة دي سبتة جدا كل ما بنلاقي عمود بلفة بنشتغل فوق العمود بلفة عمود بلفة بعد كده هاخد تاني تلات سلاسل واحدين تلاتة كل خطوة بنعملها بناخد ما بينها تلات سلاسل بالشكل ده الغرزة دي سبتة معينا والغرزة دي سبتة معينا بتلات سلاسل عمود بلفة تلات سلاسل تلات سلاسل عمود بلفة تلات سلاسل وهنبدل شغالين كل ما بنقابل عمود بلفة بنشتغل فوق عمود بلفة بعد ما عملت التلات سلاسل هكرر نفس الغرزة جوه حرف البي هخش جوه حرف البي هعمل غرزة حشو وهرتفع اربع سلاسر واحد we2-3-4 وهخش كتانى جوه حرف الوي هعمل غرزة الحشو وهرتفع تانى اربع سلاسر واحد اتنين تلاتة اربع بالشكل ده. خش كتانى جوه حرف الوي هعمل غرزة حشو تانى بتلى في الوردة بتعتنا تكونت اهي هخش تاني هعمل اربع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة وهخش تاني بو حرف البي اعمل غرصة الحشو. وقادي الوردة بتاعتنا بتكمنت بالشكل ده. بعد كده هيقابلني العمود بلف. ما باشتغلش في الفراغات دي خالص. هعمل التلات سلاسل واحد اتنين تلاتة. هلف الخطع الابرة وهخش فوق العمود بلفة. هشتغل عمود بلفة. بالشكل ده. وقررتين. هشتغل تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة. هيقابلني حرف البي. هخش جوه حرف البي. هعمل غرزة حشو. اربع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة. وجوه برضو حرف البي. هعمل تاني غرزة حشو. اربع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة. غرزة حشو. كده تاني بتلة تكون. واحد اتنين تلاتة اربعة. واخشي تاني جوه حرف البي. اعمل تالت بتلة معي في الوردة بتاعتي اللي اعملها جوه حرف البي بالشكل ده. ده شكل الغرزة بتاعتي. بعد كده هيقابلني الحداشر سلسلة اللي كنا اشتغلنا فيهم في الاول. بعد اخر بتلة برضو هياخد التلات سلاسل واحد اتنين تلاتة. وهلف الخط على الابر. وهعد هنا اربع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة. وهاجي في سلسلة رقم خمسة. هدخل فيها. وهعمل عمود بلافز. بالشكل ده. وكده نبقى كونا الوردة بتاعتنا. عدي شكلها. هنبتدي نكرر تاني السطر اللي فيه جرزة حرف الفي عمود بلافة حرف الفي عمود بلافة. هنشتغلها ازاي? بعد ما خلصنا خلاص السطر ده. هرتفع سلسلة واحدة بس. وهلف الشغل على ده. العمود بلافة اللي بتبتدي بيه السطر ده سابت معانا على طول. هلف الخطعة الابرة وهخش فوق العمود وهاشتغل فوقي عمود بلافة. بداية السطر عمود بلافة. ونهاية السطر عمود بلفة ده سابت معين. بعد العمود بلفة فيه تلت سلاسل دول سبتين معين. طيب انا هعمل حرف البي تاني فين عشان اكرر الغرزة بتاعتي. شايفين الوردة بتاعتنا عبارة عن تلت بتلات. هشتغل في البتلة اللي في النص. عندي واحد اتنين تلاتة. ما ليش دوا بالفراغات دي خالص. انا ما تشتغلش فيه. هخش في البتلة بتاعتي اهو واحد اتنين تلاتة في البتلة اللي في النص. هخش فيها في الخطع الابرة. وهخش جوه البتلة التالتة. وهعمل حرف البي. قبارة عن عمود بلفة. تلت سلاسل. واحد اتنين تلاتة. وفي نفس البتلة هدخل تاني هلف الخطع الابرة. وهعمل فيها عمود بلفة. يبقى بنعمل حرف البي تاني عشان نأسس الغرزة بتاعتنا للسطر اللي بعديه في البتلة رقم تلاتة. ارتفعنا عمود بلفة. تلت سلاسل. سبنا البتلة الاولانية تاني عملنا حرف البي عمود بلفة تلت سلاسل عمود بلفة. وسبنا البتلة الاولانية. وهكرر عادي. واحد اتنين تلات سلاسل. هشتغل فين بعد كده? ما ليش دعوة بالفراغات دي خالص. هيقابلني العمود بلفة. هلف الخطع الابرة. وفوق العمود بلفة هشتغل عمود بلفة. تلات سلاسل. واحد اتنين تلاتة. بالشكل ده. هدي تكرار الغرزة بتاعتنا سهل جدا هو كله تكرار سطرين. بعد ما عملت التلات سلاسل هيقابلني البتلة بتاعتي. هسيب واحد اتنين تلاتة هخش في البتلة اللي في النص هلف الخطع الابرة وهدخل جواها هسحب الخيط هعمل عمود بلفة. تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة. هلف الخطع الابرة وهخش تاني جوه نفس البتلة وهعمل عمود بلفة. عملنا حرف الفي. تدت الغرزة بتاعتنا تزهر اهي. واحد اتنين تلاتة. هيقابلني بعد كده العمود بلفة. هسيب كل الجزء ده وهلف الخطع الابرة وهخش فوق العمود بلفة هشتغل عمود بلفة. تلات سلاسل. تلات سلاسل دول سبتين معايا على طول. هيقابلني بعد كده التلات بتلات. هسيب البتلة الاولانية وهخش في البتلة التانية. هعمل حرف الفي. وبارة عن عمود بلفة. تلات سلاسل. عمود بلفة. جوه نفس البتل. بالشكل ده. هنهي السطر ازاي? اهو? هاخد برضو تلات سلاسل. واحد اتنين تلاتة. هلف الخيط على الابرة. فكلنا هنا السطر ده بعمود بلفة. هخش فيه الغرزة بتاعت العمود بلفة بتبقى في الجنب كده ميلة على جنب. وهدخل فيها كده. تحت الحلقتين. هسحب الخيط. هطلع من حلقتين. ومن حلقتين. ابقى نهيط السطر بتاعي بعمود بلفة. وادي شكل الغرزة بتاعتنا. الغرزة حلوة جدا وسهلة جدا وسريع. مجرد ما عملت العد خلاص. هتلاقي نفسك ايدك ماشية فيه بسرعة. وعلى فكرة بيخلص بسرعة جدا جدا ما بياخدش وقت. هرتفع سلسلة واحدة بس. وهلف الشغل على ضهر. هلف الخيط على الابرة. نفس الغرزة العمود بلفة اللي انا طلع فيه. هشتغل فوقي عمود بلفة. وزي ما قلنا ده سابت عمود بلفة في بداية السطر وعمود بلفة في نهاية السطر. هاخد بعد كده واحد اتنين تلات سلاسل هيقابلني حر ففل بي. هكرر فيه نفس البتلات. هخش جوه حرف الفي. هسحب الخيط هعمل غرزة حشو. هرتفع واحد اتنين تلاتة اربع سلاسل. هل بتلات دايماً اربع سلاسل. هخش جوه حرف الفي. هعمل غرزة حشو. هشتغل البتلات تانية. واحد اتنين تلاتة اربع سلاسل. هخش جوه حرف الفي. هعمل غرزة حشو. هرتفع تاني واحد اتنين تلاتة. اربع سلاسل. هخش جوه حرف الفي. وهعمل غرزة حشو. ابقى عملت البتلة رقم تلاتة. بالشكل ده. هرتفع تلات سلاسل. واحد اتنين تلاتة سلاسل. هلف الخيط على الابر. فوق العمود بلفة. هيقابلني. هشتغل فوقي عمود بلف. تلات سلاسل. واحد اتنين تلاتة. هيقابلني غرزة حرف الفي. هخش فيها. هعمل غرزة حشو. اربع سلاسل. غرزة حشو. اربع سلاسل. اتنين تلاتة. اربعة. غرزة حشو. اربع سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة. غرزة حشو. ابقى كونت ببتلة بتاعتي. التلاتة. بالشكل ده. وهكر. تلات سلاسل. واحد اتنين تلاتة. وهلف الخيط على الابر. وهخش فوق حرف الفي. هيحرف الفوق العمود بلفة. هعمل عمود بلف. تلات سلاسل. واحد اتنين تلاتة. هيقابلني. حرف الفي. هخش جواه. وهعمل اول بتل. قرزة حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة. قرزة حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة. قرزة حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة. قرزة حشو. تلات مرات. كونت البتلة بتاعتي اهي. هنهي السطر بتاعي زي ما انا هنا السطر برضو دايما بننهيه بتلت سلاسل. فوق العمود بلفة. بتبقى الغرزة بتاعته في الجنب كده. هلف الخطة على الابرة وهخش فوق جوه الحلقتين بالشكل ده. وهنهي السطر بتاعي بعمود بلف. ايه دي شكل الغرزة بتاعي. ما بياخدش وقت خالص وسهل جدا وشكله في منتهى الروعة ولا بيجبر معانا بيبقى حلو جدا وتفضلي شغالة بنفس التكرار وما تكرار السطرين. لكن في كم ملحوظة مهمين جدا عايزين نقولهم. بعد ما اتخلصي الشال بتاعك كله. هننهي السطر بتاعنا. خلاص خلصنا الشال ووصلنا به للطول اللي احنا عايزينه. الطول اللي انا عامله للشال بتاعي اللي ظهر في اول الفيديو اه اتنين متر. انت ممكن تعمليه مية وخمسين ممكن تعمليه مية وتمانين زي ما انت عايز. لكن لما ننهي الشال بتاعنا مش هننهي في السطر اللي في الوردات. هننهي في السطر اللي هيكون فيه حرف الفي. يعني هنبدأ شغالين لحد ما نوصل للسطر اللي فيه حرف الفي ووصلنا للطول اللي احنا عايزينه. تمام خلاص هنقفل الشال بتاعنا. آآ بعد كده المفروض هنركب الشرشيب بتاعته. آآ قبل ما نركب بقى الشرشيب هتجيبي الشال بتاعك وتشديه يعني هتنفضيه كده جامد كزا مرة. عشان الغرز تفرد من بعضها. تانية حاجة هتجيبي الشال بتاعك على كنبة على سرير. وتيجي عند اول غرزة كده. وتروحي حطة آآ ابرة وتسبتي الشال بتاعك. وتيجي عند اخر غرزة وشدي بقى شدي على قد ما تقدري. انا بس هنا عشان التربزة مش قادر اوريكو. آآ شدي جامد على قد ما تقدري. وتحطي ابرة تانية في المكان التاني. او دبوس. وتيجي فوق برضو عند اخر غرزة موجودة عندك هنا. وتشدي جامد الشال بالشكل ده. وهتيجي عند اخر غرزة في الشال. طبعا ده نموذج. انتو هتعملوا ده في الشال. وتشديه جامد. يعني شدي على قد ما تقدري ما تقلقيش. مش هيحصل حاجة. بالعكس هتفرد الغرز بتاعتك. هتفرد بالشكل ده. والوردات هتبان وهيبقى الشكل بتاعها احلى. بعد ما تشدي الشال بتاعك هتجيبي بخاخة. آآ دي اللي هي بنبخ بيها المية او اي حاجة. آآ او ما عندكش بخاخة رشي مية بيديكي. على الشال كله ما تلاقيش رشي مية. خليه آآ يعني مش مبلول منادي كده ما بين مبلول قوي ما بين نص ونص. وافتحي عليه المروحة او سي بيه في الهوى العادي. لحد ما المية اللي عليه دي تنشف خالص. ليه? هتلاقي بقى الوردات دي زهرت جدا. وتفردت. وبقى شكل الوردات بتاعتك آآ جميل جدا. وهتلاقي الغرز بتاعت حرف البي دي تزهرت والشال بقى شكله كده. بصوا لما بنشد شكله اوسع. على قد ما تشدي. على قد ما النهاية بتاعتك هتبقى حلوة. لان هي حلوة الغرز ان المربهات دي تبان. وان الوردات دي تبقى مفروضة بالشكل ده. ما تكويهوش لو كوتيها يتبطط. فدي احسن طريقة انا عملتها في الشال ظهرت الوردات بالشكل ده. دي اجمل حاجة. ده اللي بيزهر الشغل وبيباين الغرز بتاعتنا شكلها حلو. بصوا لما هتسبوه كده مسلا اربع خمس ساعات او من بالليل للصبح مجدود وبعد ما يتبل. هياخد على الشكل ده. وهتلاقي الغرز بتاعتك ظهرت دي ملحوظة مهمة جدا. هتخلي الشال في الاخر آآ شكله آآ اجمل. ويمكن كمان هيطول شوية عن المقاس اللي انت كنت عاملين. بعد ما عملنا الشال بقى عايزين نعمل الشراشيب هتجيبي آآ آآ كارتة او آآ موبايل او كتاب آآ يكون بطول الشراشيب اللي انت عايزاها وهتجيبي الخيط اللي انت هت آآ هتعملي منه الشراشيب وهتبتدي في الحرف كده. تلفي الخيط بالشكل ده على الحاجة اللي انت اخترتيها تكون طول الشال بتاعك. انا هعمل معك وانا شرشوبة واحدة. خلاص هتلفي مجموعة بقى يعني كمية كده آآ خمستاشر عشرين تلاتين مرة زي ما انت عايزة. وبعد كده هتقصي الخيط بتاعك. وهتيجي عند الطرف كده بالمقاس. وهتقصي الشراشيب دي من الآخر بالشكل ده. هتلاقيهم كلهم طالعين معاكي آآ متساوين. بعد ما قصيتي مجموعة الخيط هتبتدي تهدي زي ما انت عايزة بقى تخانة الشرشوبة عايزاها آآ اربع فردات خمس فردات زي ما انت عايزة جرابي كده الاول وشوفي التخانة اللي انت عايزاها وبنتنيهم مع بعض بالشكل ده. تمام? بعد كده هتجيبي الابرة بتاعتك وهتخليها من تحت الفتحة بتاعة الشال بالشكل ده. اهو. وهتجيبي الشراشيب من فوق. وهتسحبي الشراشيب كده من الفتحة بتاعتك. وبعدين بلاش اورقها لك بالابرة وورقها لك بالييد عادي. هتسحبي الشراشيب كده من تحت الغرزة. وبعدين ادخلي سبعينك لاتنين كده. وادخلي الشراشيب دي من الفتحة. كلهم بالشكل ده. اهو. وهتشدي الخيط. وتبقى الشراشيب بتاعتك رجبة بالشكل ده. بعد ما هتركيبي مجموعة الشراشيب اللي انت عايزاها. في الاخر هنساويهم كده كلهم نحطهم جنبة بعض وهتمشي بالمقص كده. على الشراشيب كلها بتبقي دايسة عليها كده من فوق. وتمشي على الشراشيب كلها طول السطر. لحد ما تبقى كلها بنفس الطول. وتركيب الشراشيب بتاعتك. حاسة التخنى كده عايزها اكبر زي ما انت عايزة. وتبتدي تخشي في كل الفراغات في كل فراغ تركيب الشرشوبة. لحد ما تخلص الشال. بتاع الغرزة حلوة جدا زي ما انتم شايفين. آآ شال جميل ينفع نعمله سيفي وينفع نعمله شتوي. ممكن نعمله بالخيط الجنجاوه برضو هيبقى حلو جدا. ممكن نعمله بلون واحد. ودي كانت طريقة تنفيزه ودي تكراره. آآ اتمنى يكون الشرح عجبكو. بيكون الشرح كان سهل وبسيط. ونتقابل في فيديو ترجمة نانسي قنقر